السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القضية كل عام وحضرتكم بألف خير رمضان كريم عليكم رمضان كريم على كل المعتقلين والحرية حق الحرية حق الكل واحد محبوص ظلم الحرية حق الكل واحد مارتكبش جرم الحرية حق الكل واحد مكانش همه غير بلده وبس الحرية حق الكل سجين ومعتقل بما أننا بنتكلم عن الحرية فلازم نقول أن الحرية حلال في الكم ساعة اللي فاتت كان فيه مبشرات بخروج بعض المعتقلين واتكتب ليهم أنهم يحضروا رمضان وسط أهليهم وأولادهم ربنا يرد كل معتقل لأهله سالما غانما معافا الزميلة سلافة مجدي وحسام الصياد أخيرا في بيتهم مع ابنهم خالد وبعد حبس استمر 18 شهر جوه السجن خرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى ودي كانت الصور هيعرضها زملائنا قدام حضراتكم مبارح لسلافة وحسام من داخل البيت لحظات ما فيش أجمل ولا أحلى شايفين الحرية وشكل الناس إزاي؟ شايفين الابتسامة إزاي؟ شايفين الابتسامة الجميلة؟ ليه مصرين تحرموا المعتقلين من أهليهم؟ مش كفاية بقى 8 سنين الناس محبوسة ظلم وأهر مش كفاية الناس اللي بتموت ظلم جوه السجون ياريت نشوف الحقيقة في يوم من الأيام كل المعتقلين برأ أسوار السجن مع أهليهم برضو خالد داود تم إخلاق سبيله والحمد لله خرج ولحق أول سحور مع والد وأهله خلينا نشوف صورة خالد صورة اللي هنعرضها لقدام حضراتكم مع أهله خالد تم اعتقاله في سبتمبر 2019 وكان أحد الوجوه البارزة في جبهة الإنقاذ وكان توجه له تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغرضها وبس ونشر أخبار كاذبة تحض على تكدير الأمن العام والسلم العام كمان وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بس ونشر إشاعات كاذبة ما لناشي النهار دا غير نقول حمد الله على ثلامتك يا خالد ونتمنى أنه يتم الإفراج عن جميع المعتقلين بدون تمييز ونركز على دي